موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحييكم وارحبكم مع الدولة التي احلم بها وحديثي معكم عن الاعلام والفن احنا نأمل ان تكون في دولة الاسلام القادمة معايير عالية للاعلام الراقي والفن المبدع هنا نتكلم عن اعلام وفن اصيل وهادف وممتع في نفس الوقت اصيل وهادف وممتع هذا الجمع بينها هو ما نسميه الفن الاسلامي الحقيقه كلمه الفن الاسلامي بس عشان اكون اكثر انصافا في كثير من الاحيان لما نسمع الفن الاسلامي ولا نقرأ عن الفن الاسلامي ما نسمعه او نقرأه كلام غير مفهوم ماذا يقصد بالفن الاسلامي فبعض الناس مثلا مثلا يتصور ان الفن الاسلامي هو الاناشيد ما في ممنوع الغناء هل هذا هو المقصود بالفن الاسلامي ما هو الفن الاسلامي كثير من الناس ان اول ما يسمع كلمه الفن الاسلامي فورا يتبادر الى ذهنه الشروط والقيود هذا حرام وهذا ممنوع وهذا لا يجوز والموسيقى معرفه ايش والتصوير معرفه ايش سبحان الله اقول لكم شغلة اذكر ونحن صغار ونحن شباب ايضا و الى ان وصل عمرنا في الثلاثينات و كان هناك جدل كبير على الساحة هل التصوير التصوير حتى الفوتوغرافي حلال ولا حرام اليوم هذا الجدل اختفى اختفى الجدل ليش وين راح انا اسأل نفسي اقول هذا الجدل وين راح كان موجود وكان هو حديث الساحة و ما اذكر جلسه الا عليها حديث حول التصوير صار حلال خلاص الحمد لله صار حلال هكذا بقدرة قادر حتى الذين يحرموا التصوير صاروا يحطوا مقالاتهم في الجرائد معاصرتهم هذا تغيرت الدنيا لا هي الدنيا صحيح تغيرت لكن الحكم الفقه ما تغير طيب ما الذي تغير الذي تغير هو فهمنا للحكم الشرعي حكم الشرعي في الحالتين ان التصوير المحرم هو التصوير الذي يؤدي الى فساد اخلاقي او عبادة غير الله هذا هو التصوير المحرم هذا هو الفن المحرم ما يؤدي الى فساد اخلاقي او يؤدي الى عبادة غير الله تعالى بس هذا هو المحرم في الفن الاسلامي لكن يما يعتيني شاب مبدع يعمل اغنية حتى مع الموسيقى لكنها اغنية تحرك الخلق وتحرك الوطنية مثلا ها شي جميل جميل جدا لان ما فيها الامرين ما فيها فساد اخلاقي وعبادة غير الله اذا انتهينا اذا ما هو الفن الاسلامي فن الاسلامي عمليا له خمسة شروط اولا ان يكون اصيلا يعني ليس تقليد لفن غربي او شرقي الامر الثاني ان يكون هادفا ليس فقط اضحاك هذا الاضحاك ما في مانع منها الكوميديا شي جميل لكن الكوميديا لازم تدخل من داخلها هدف فممكن كوميديا هادفة وممكن كوميديا بس ضحك نكتب ورا نكتبه ما فيهم ولا هدف لا الفن الاسلامي فن هادف الفن الاسلامي فن ممتع انا ما اقدر اسميه فن اسلامي ذا بايخ هذا ما هو فن الاسلامي هذا فن تراثي بس ما هو فن الاسلامي فاذا لابد ان يكون ممتعا ولازم يكون خالي من الافساد الاخلاقي وخالي من عبادة غير الله تعالى هذه هي معاييرنا للفن الاسلامي هذه المعايير ضرورية جدا جدا لكي نطور الفن الاسلامي لماذا الجمال حددتكم عنه الجمال هو احد المفاهيم الرئيسية لامتنا ولمقاصد شريعتنا ما هو الفن ما هو تعريف الفن كثير من الذين يشتغلوا حتى في الفن لا يعرفوا تعريف الفن ما هو تعريف الفن تعريف الفن هو التعبير عن الجمال هذا هو ابسط تعريف للفن التعبير عن الجمال فهذا الجمال باشكال المختلفة ساوحدثكم عنه هذا الفن يحقق لنا مقصد من مقاصد الشريعة بل اكثر من ذلك نحن نتحدث عن بناء حضارتنا من جديد ما هي الحضارة الحضارة هي منهج فكري يتشكل في انتاج مادي ومعنوي طيب هذا الانتاج المعنوي جزء رئيسي منه هو الفن فاذا ما يمكن بناء حضارة بدون فن انتم متخيلين حضارة بدون فن ايش الحضارة البايخة هذه طبعا عندما اتكلم عن الفن اتكلم عن اشكال الفن الفن اللغوي البيان والتعبير والتمثيل والغناء اتكلم عن الخط والعمارة اتكلم عن الرسم والنحت والزخرفة وكل اشكال الفن بتعبيراتها المختلفة ما حكمها يقول شيخنا القرضاوي يحفظه الله تعالى يقول الفن وسيلة الى مقصد فاذا كان المقصد حرام فالوسيلة حرام واذا المقصد حلال فالوسيلة حلال فهذا هو حكم الفن وهذا هو مفهوم الفن مزيد من هذه المعاني بعد الفاصل ان شاء الله اشتركوا في القناة السلام علي رسول الله و اهلا بكم مع حلقة الاعلام و الفن في دولة الاسلام القادمة وحدثتكم عن الفن و ما في حضارة بدون فن يتكلم ديرانت صاحب الموسوع الضخم قصة الحضارة و يتحدث ما هي الحضارة فيذكر ان الحضارة هي ثمانية عناصر ثمانية عناصر للحضارة واحدة منها الفن بدون فن ما في حضارة فنحن نتحدث عن الفن بكل اشكاله و انا حدثتكم في حلقة ماضية عن قضية الفن في الامور التشكيلية اللي هي النحت والتماثيل و تعرفون الحكم الشرعي في هذه المسألة تحريم الاصنام لكن هذه المسألة يجب اعادة النظر فيها و قد استمعت الى استاذي الدكتور عصام البشير رئيس المجمع الفقه السوداني و هو يقول انه يرى جواز الاصنام و بسبب ان الاصنام في بداية الاسلام كانت تعبد اما اليوم فمن يعبد الاصنام و بالتالي ف يعني من يعبد طبعا في ناس تعبد الاصنام لكن من سيصنع صنم ليعبد و بالتالي ما عاد صناعة الاصنام لاجل عبادتها فمدام تغيرت العلة كما يقول الفقهاء يتغير الحكم على كل حال انا لا افتي هذا رأيي الدكتور و نقلته اليكم لتعيدوا النظر في هذه المسألة انتقل الى الحديث مره اخرى عن الاعلام هناك فكر وهناك ادوات لنشر هذا الفكر بدون ادوات نشر الفكر لا ينتشر الفكر اهم ادوات نشر الفكر على الاطلاق هي الاعلام والتعليم الاعلام باشكاله المختلفه هنا نتكلم عن الصحافه التلفزيون السينما المسرح الاذاعة الاعلام الجديد بكل اشكاله الاعلام الاصل عندي ان الاعلام لا يتبع الدوله اطلاقا ما في اعلام دوله اصلا اصلا تلفزيونات الدوله في الغالب تكون فاشله فنتجنب تلفزيونات الدوله و الانفاق على هذا وايضا عشان لا يمجد الحاكم لان اذا صار تلفزيون دوله لازم يمجد الحاكم فخلينا نطلع من كل هذه المعمعة امريكا انا عشت في امريكا فتره طويله كما تعرفون ما في تلفزيون لدوله امريكا لا يوجد جمهورية امريكا هذه لا يوجد لها تلفزيون ولا اذاعة الا صوت امريكا التي عمليا حرة لكن ما في تلفزيون رسمي للدوله ولا في مجلة رسمي للدوله ما في اذا تستطيع الدول الراقية ان تعيش بلا تلفزيون يتبع الحكومة فالتلفزيونات والاعلام بكل اشكاله هذا تبع للشعوب وتستطيع هذا الاعلام ان ينتقد الاوضاع في الدوله بما فيها الحاكم وهنا المهم هو ان نعلمهم الاحترافية والذوق الرفيع الراقي والابداع العالي والانتاج الهادف نعلمهم هذه العلوم كيف يمارسوها ونعلمهم ان من معايير الاعلام الهادف انه لا يحرك الشهوات فممكن تكون على فكرة النساء تشاركنا في التمثيل بشرط ان لا يتتحرك الشهوات ونفس الشيء طبعا بالنسبة للرجال الاعلام الهادف هو الذي يغير القناعات هو الذي يوصل رساله الاسلام للناس هو الذي يستجيب لحاجات البشر ويدافع عن حقوق الناس هذا هو الاعلام الهاجف بما فيها الاعلام المتعلق بالاطفال على فكرة اليوم اذا راجعتم ستجدون ان 34% من مشاهد الغزل في التلفزيون هي في فترة الاطفال في الرسوم المتحركة هذا القطة الذي يغازي القطة وامثالها وستجدون ان 51% من مشاهد العنف هي في فترة الاطفال فلا تظنوا ان اعلام الاطفال اعلام بريء لا مشكلة كبيرة جدا نحن ندعو الى اعلام هادف حتى اعلام للاطفال الفن والاعلام رساله هذا لازم يصل الى من يديره واتمنى ان نصل الى اعلام وفن عالمي بتقنية حديثة متطورة ويعني بدون رقيب من الدولة والرقيب الوحيد هو التقوى والاخلاق والذي يخالف ذلك يرفع عليه قضية والقضاء هو الحكم والحكم هو الذي قرار لا يتبع الدولة قرار مستقل حتى يبقى الاعلام مستقلا هذا الفصل بين السلطات عندها ممكن نبني هوية اصيلة لامتنا باستعمال اعلام وفن هادف وحقيقي وعندها نستطيع ان نقود البشرية كلها في الاعلام وفي الفن مثل امريكا اليوم امريكا اليوم تقود البشرية كلها كلنا نتابع افلام امريكية ومسلسلات امريكية وتقنية امريكية وكذا اتمنى ان نحن نكون البديل لامريكا في ذلك وسنكون باذن الله في الدولة التي احلم بها استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله اذا ما هو الفن الاسلامي ان يكون اصيلا ان يكون هادفا فاذا لابد ان يكون ممتعا ولازم يكون خالي من الافساد الاخلاقي وخالي من عبادة غير الله تعالى ها ها يخيضل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر